مولانا يمكن احنا شفنا هذا التقرير والاسئلة الموجهة لفضلتك ويمكن اول سؤال كان على شروط الصلاة الصحيح واخونا الفاضل كان بيقول يعني مثلا حركة الايد شكل الوقفة الشيء من هذا القبيل انا كده سألت سؤاله وانا هسأل انا كمان هو احنا مشغولين اوي بقى انا ايدي هتبقى كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا انشغل بما هو اهم واكبر اثناء صلاتي بسم الله الرحمن الرحيم تعلمنا ان العقول الكبيرة تشغل بالامور الكبيرة وان العقول الصغيرة تشغل بالامور الصغيرة حينما ذكر الله تعالى صفات المفلحين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون القشع هنا انك تخشع بقلبك مش بنجرد الهيئة الهيئة الظاهرية السطحية ونفرض القلب الله يعني نفرض واحد تمسك بحرفية ما يقلده من مذهب فقه معين وغرق في هذه الفرعيات والقلب الله والعقل شارد ليس للمسل من صلاته الا ما عقل منه يا سيدي ده امر خلافي بسيط الامام مالك عنده اسمال اليدين وعدم قبضهما لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين باقي المذهب عندهم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى لكن دي هيئة من الهيئات حتى لو الانسان تركها الصلاة صحيحة فنحن نركز على خشوع القلب حضور القلب استكانة واستقرار الجوارح والحواس سلامة الاتيان بالاركان انا سعدت اشعر مولانا انه في نوعيات من الاسئلة بيبقى البني ادم او المواطن او الاخ اللي بيسألها هو معزور لانه تم التشويش عليه وعلى اجيال بالشكل وبالمظهر بعيدا عن الاصل واصل العقيدة ولا انا غلطان مرة سيدنا الشيخ محمد الغزالي سق عليه رحمة الله وبعدين دخل عليه احد الشباب وفي حالة انبهار فقال له يا فضيلة الشيخ انا حفظته القرآن الكريم كاملا طبعا حفظ القرآن شيء جيد فالشيخ قال له يعني اتعرف معنى قد افلح المؤمنون مثلا فالولد تلعسم لم يجب فالشيخ قاقه بسخرية قال لقد استفاد المسلمون شريط تسجيل فما اكثر اشريطة التسجيل في مجتمع المسلمين صح تسمع من واحد يقولك سنة وحديث ومنهج السلف ومنهج الصوفية ومنهج كذا ولكن احنا نركز على الاخلاقيات فنسأل الله ان يعيدنا الى فهم الاسلام فهما صحيحا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة